اشتركوا في القناة انفاس كثيرا وحسمت نتيجته اخيرا مباراة مثيرة كانت لطرفيها عسيرة هدف مبكر واخر متأخر والليوث والتماسيح حبايب بدأ اللقاء بهدف اهلوي مبكر ومن كرة طويلة لعبها كاماتشو وصلت لهدف الفطرة فيكتور سيموس الذي سجل هذه المرة بطريقة مختلفة تماما عن كل سابقاتها والسفاح يضع الكرة بصدره في الشباك الشبابية ويرجح كفة الضيوف مع بداية اللقاء الله عليك يا الأخضر اللون والله عليك يا نمر الأمازون ناصر الشمراني يستغل تمريرة احمد عطيف الرائعة ويسدد الكرة مباشرة لتحتك بالقائم الايسر للمرمى الاهلاوي وتبتعد عن منطقة الخطر ويرد كاماتشو بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء الشبابية يبعدها وليد عبدالله إلى ركلة زاوية صدق أو لا تصدق السفاح فيكتور سيموس الذي يسجل من أنصاف الفرص يضيع هذه الهجمة التي لن أصفها وسأكتفي بعرضها لكم وأترك لكم الوصف ضغط الليوث مع آخر الدقائق ونوعوا في طرق التهديد على المرمى الأهلاوي ولكن كل تلك الفرص لم تثمر عن أي هدف حتى جاءت آخر الكرات وآخر الهجمات والبديل مختار فلا تيمرر الكرة للبديل الآخر جبروف الذي لدغها بقدمه والقائم يتصدى لها لكن ما يصحل الصحيح والزلزال يهز الشباك الأهلاوية بقذيفة لا تصد ولا ترد ليجن جنون الليوث وتملأ الأفراح جوانب المدرجات الشبابية لقلوب جماهيرة ناصر الشباب والمنتصر لقلوب جماهيرة سجل التعديل وينهي الشبابيون مشوارهم في الدور الأول متصدرين للترتيب وبلا خسائر مصفر الخثعمي كورة حسن أبدأ معك هذه المباراة طبعا المباراة أنا وجهة نظر شخصية كانت عادلة في نتيجتها الأهلي كان الأفضل خلال الشرطة الأول واسجل الشباب كان أفضل خلال شرطة المباراة ثانية واسجل لكن هي يمكن نتيجة المباراة كانت تسيئة على هلاويين بناء على توقيت الهدف يعني يمكن كان خلاص يستعدون للفرح اللي بحقيقة فوز مهم على متصدر الدورية على أرضه كانت دفعة معنوية للفريق ودفعة أيضا النقطية للفريق ستجعله يفكر بعد مباراة الفيصل المؤجلة أنه يكون على مشارف الصدارة لكن الهدف اللي جاء متأخر ذات طبعا لخبط حسابات كثير وفعلا أنا أتفق مع الأمير فهد من خالد أنه كان تعادل بطعم الخسارة ليس تقليل في الشباب ولكن عطفا على وقت تسجيل الهدف وعلى مجالات المباراة وعلى كان ممكن أن المباراة تتغير بشكل كامل لو كان فيكتور وفق في الهجمة الإنفراندية اللي كان عليها طول المباراة لكن هذا لا يقلل من الشباب الشباب قدم خلال الشرطة المباراة ثانية مستوى متاز البدلاء اللي نزلوا من الشباب كانوا جدا مؤثرين جبروف أو مختار فلاتة كانوا جدا مؤثرين وأدوار داعم للفريق صلى الشرطة المباراة الثانية أعتقد أن المباراة كانت تستحق أن تكون المباراة فعلا بين فرق تتنافس على لقب دوليزين أعتقد أن نتيجة الأمس الاتفاق والهلال واليوم الشباب والأهلي أبقى الأمور كما هي في نفس المربع كل الفرق خرجت بالتعادل وبالتالي ليس هناك كاسب أو رابح أكبر في هذه الجولة سوى أن الشباب لما يسجل في سجلاته فريق خاصر ولكنه بقى كما هو نفس المسافة عن جميع الفرق الأربعة خلال الجولة عبد الله الجولة هذه واضح أنه الهلال اتفاق الشباب الأهلي كانوا ما لعبوين كانوا ما صار شيء صحيح أنا بضيف على كلام أخوي حسن أنه اليوم الأهلي أنا أتصور أنه فعلا خسر بالتعادل ليه؟ لأن الفريق في الشوط الأول كان متفوق تفوق واضح وكان يعني يصل لمرمل الشباب ويعني مجرد ما تشوف لاعب مثل فكتور ينفرد بذلك الشكل يعني تشعر بقدرة الأهلي على أن يعني يصل إضافة إلى من وجهة نظر الشخصية أنه الأهلي هو الذي منح الشباب فرصة امتلاك الأمور في الشوط الثاني هو اللي تراجع إلى الخلف هو اللي سلم يعني شوط الثاني سلمها الأهلاويون يعني بإرادتهم المباراة للشباب حتى حصل ضغط وحصل يعني مع كثرة الضغط والفرص تحقق للشباب التعادل لذلك أنا أقول أنه الأهلي فعلا فرط في ثلاث نقاط كانت هامة جدا وتجعلها كان لو كسب الأهلي اليوم كان بيكون الفارق بينه وبين الشباب نقطة واحدة نجح الفريقين يثبتوا للرأي العام والمتابع راضيين أنه ما في أي شيء وترسبات من اللي حدث الموسم الماضي أنه قدموا تفرغوا فقط لتقديم كرة قدم صحيح يعني أنه اليوم مباراة كانت جميلة جدا أنا أتصور أنه الدول السعودي بدأ من من هذه الجولة يعني مباراة أمس الاتفاق والهلال كانت جميلة مباراة الشباب والأهلي جميلة الرائد والتعاون كانت مثيرة مثل ما يعني تابعنا أجزاء منها وسمعنا عنها القادسية والنصر كذلك تصور الدوري إثارته وقوة مبارياته بدأت من اليوم حسن في ناس كانت من توقع أنه ممكن المباراة يعني تكون تحت خلنا نقول بقايا الأحداث الموسم الماضي شلون نجحوا اليوم يتفرغون فقط لكرة القدم أنا أعتقد تركي أنه يعني بقايا الأحداث الموسم الماضي أنتهت بنهاية الموسم الماضي يعني لم نشهد خلال هذا الموسم أي حديث يتعلق بهذا الجانب بين الناديين تحديدا يعني حتى الرئيس نادي شابو خازة بلطان تحدث قبل كم يوم أنه قضيتهم في محكمة الكاس قال أن الأهلي ليس طرف في الموضوع الطرف هو بينه وبين التحارس عيد الكرة القدم وبالتالي صار فصل في الجانب خلاص قضية وانتهت بكل ما فيها خلال الموسم الماضي يعتقد أنه الفرق المحترفة الآن هي القادرة على أنها تعزي اللاعبينها عن كل أحداث مؤثرة وأحداث خارجية لا تدخلهم في نقاشات قد تأثر حتى على أداهم داخل أرض الملعب وتأثر حتى على عطاهم لأنهم يصبح يفكروا في أشياء خارج أبعيدة عن تركيزهم أو عن كرة القدم الذي هم يعني آتوا من أجل أن يمارسوها أو من حق القولفوز من خلالها أعتقد أنه الأهلي والشباب يعني يمكن في نقطة مهمة يعني طوال طوال تاريخ الناديين ليس بينهم يعني أي خلافات يعني يمكن معلنة إلا في السنتين الأخيرة وأنا ووجهة نظر شخصية أنه أعتقد الأمور هدية تمام بين الناديين لم يكن هناك تصاريح وتصاريح مضادة لم يكن هناك يعني شد وجذب أو تداخل في أمور ليست معنية بها الناديين نجح الحكم البلجيك اليوم حسن نجح بشكل كبير يعني كان واضح جدا أنه حكم كان مركز تماما في المباراة عارف أهميته عارف أهمية الناديين عارف أهمية النقاط أيضا للناديين وبالتالي كان مركز بشكل كامل كان قريب من الحجث قريب من كافة الأحداث التي حضرت في المباراة لم يكن هناك أي تأثير على قرارة الحكم وأنا أعتقد الحكام مثل هذا والحكام الجيدين اللي لا تحسيه في المباراة يعني في المباراة تبدأ وتنتهي وانت لا تشعر أنه حكم المباراة لأنه لا يتخدم مصطفرة كثير ولا يوقف اللعب كثير وأعتقد أن الحكم اليوم كان من الحكام الجيدين اللي يمروا على المنافسات السعودية خلال هذا الموسم طيب في من أحمد معافة يقول تركيا سأل الضيوف عن النصر سنتكلم عن النصر في وقت ما نتكلم عن المباراة وعن المشجع المسجون من قبل الوليد بن بدر وتكفى وعن أحبوان النصر سنتكلم عن النصر موضوع المشجع المسجون من قبل الوليد بن بدر وقبل شوي كان في حديث المشجع المسجون والمضروب من قبل سعيد إهلال اتصلنا على الأمير وليد بن بدر وذكرنا ما في شي ولا يعرف أيش عن الموضوع واتصلنا عن موضوع مشجع مسجون أو مضروب كان في البداية يقولون مضروب بعدين قالوا مسجون هذا بس رد على الرسائل التي جاءتنا